إلى السعودية حيث أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة غير قادرة في هذه المرحلة على تأكيد ضلوع إيران بهجمات حقول النفط التي وقعت قبل أشهر وذكر التقرير عدم تمكن منظمة من الحسم بشكل مستقل أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في هذه الهجمات مصدرها إيران أو أنها نقلت بطريقة مخالفة للقوانين الدولية التي تجيء ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015